أهلا وسهلا بكم إذن البداية ستكون بنتائج جولة 13 من المحترف الأول والتي انتهت مبارايتها قبل ألحظات قليلة من الآن والبداية ستكون بالدربي العاصمي الذي جمع بين فريق اتحاد العاصمة واتحاد الحراش إذن الاتحاد فازا الاتحاد العاصمة الاتحاد الحراش بدفيني لواحد هذا الهدف الأول من سجار في الدقيقة 13 من الشوطة الأول وفي الدقيقة 42 أضاف نفس اللعب سجار الهدف الثاني وقبل نهاية الشوطة الأول بلحظات قليلة يونس سجل الهدف الوحيد لاتحاد الحراش أما مباراة الأخرى التي جمعت بين الشباب قصنطينة وضيفه ملودية الجزائر انتهت بهدف في كل شبكة هذا هدف جميل من طرف بزاز سجله في دقيقة الخمسين وبعدها في دقيقة السيدسة والسبعين عدل إذن للملودية قاروي في دقيقة السيدسة والسبعين النتائج الأخرى إذن ملودية وهران تفوق على فريق نصر حسين داي بهدف دون رد وشباب بلوزاد فاز على شبيبة الصورة بهدفين دون رد الشباب إذن رفع رصيده من النقاط إلى 22 نقطة في المركز الثاني شبيبة القبائل تفوقت على جمعية وهران بهدفين دون رد وإذن مباراة الاتحاد لازلت لن تنتهي بعد لحظات قليلة من الآن وستنتهي المواجهة النتيجة لحد الآن تفوق اتحاد العاصمة على اتحاد الحراش بهدفين لواحد إذن مشاهدين الأكارم بدون إطالة نربط الاتصال بموفة تلفزيون النهار إلى ملعب أول نظمبر بتيزيوزو فريق فروق خليف هل أنت معنا فروق مساء الخير عمار مساء الخير فروق إذن شبيبة القبائل تحقق الأهم وتتفوق بهدفين دون رد ديوارا تألق في هذه المواجهة وسجل هدف الشبيبة ما هي الأجواء هناك والله عمار كما قلت ديوارا كان بمثابة رجل المباراة ربقة الصديق الذي كان ما يستوى اليوم في أرضية الميدان وأيضا ريال طبعا المباراة لم ترتقينا المستوى المكتوب ولو أنه سالت في تجاه واحد لشبيبة القبائل الذي سجل هدفين ثم بقي يشير أطوار المباراة بذكاء في حين أو بالمقابل جميع أطواران لم نشهد لها ردة فعل في المباراة وهو ما أطار صغط بعض أنصار الجمعية الذين أتوا هنا لمتابعة فريقين فاروق لو تحدثني عن أنصار هذا الفوز خل الشبيبة تتحصل على 17 نقطة في المركز السابع جمعية وهران أكيد أنه يتخبط في ذيل الترتيب في المركز الخامس عشر بعشر نقاط الأنصار يبدو أنهم سعداء بهذا الفوز حتى اللاعبين نعم نعم الكل سعيد هنا في أرضية الميدانة أو السوافية المدرجات بالحديث عن الأنصار فقط زميلي عمار الأنصار الشبيبة اليوم نستطيع القول بأنهم بدأوا يؤمنوا هكذا بإمكانية هذا الفريق الشاب الذي بدأ ربما يدخل في أجواء المنافسة ويحصد المزيد من النقاط الأنصار قبل الدقائق قليلة فقد تحدثوا بأهزيج عن مباراة المنتظرة والقمة قمة الجولة الرابعة عشر ضد وفاق السيف الأنصار فاروق أستسمحك فاروق شكرا جزيلا لك معي أيضا كمال مهوي من ملعب خمسة جوليا الأولمبي ومباراة اتحاد العاصمة هذا الفريق المتصدر للبطولة الآن لديه في رصيده 29 نقطة كمال أهلا وسلم بك كمال هانتا معي كمال يبدو أن كمال لا يسمعني إذن نذكر المشاهدين الكارم أن اتحاد العاصمة تفوق على فريق اتحاد الحراش بهدفين لواحد هدف الاتحاد سجلهما سجار في الدقيقة 13 والدقيقة 42 ما هدف الاتحاد الاتحاد الحراش سجله يونس في الدقيقة 48 الاتحاد الاتحاد العاصمة رفع رصيده من النقاط إلى 29 نقطة في المركز الأول واتحاد الحراش في المركز الرابع برصيد 21 نقطة نبس نذكر المشاهدين الكارم من آخر مباراة عن الجولة 13 من المحترف الثاني بين شبيبة بيجاية واتحاد بلعباس انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف ويبقى شباب باتنا في المركز الأول بـ 25 نقطة يليه اتحاد بلعباس في المركز الثاني بـ 24 نقطة أبدأ طاقم الفانيلي وفاق الصيف والعبير ارتياحهم للفوز تمين المحقق على حساب الأربعاء رغم الصعوبة الكبيرة التي وجدوها في هذا اللقاء في ميكروفون الزميل فرشيل أعجل ومن ثم عن نقوم التأكدير دون نحن يجب أن نهاجده في حجزة التعبير من نحن من النحن باتنا بالمشاهدة ومغرافو أنه جائع هذا المشاهد وعجب أن نحن نفعل هم يشأل لقصورها لنهجم هذا المشاهد لنكسي فيه ويجب أن نعرقه أمكاني هناك العمل من الطعال والمشاهد 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 نعمل ونحن نتعاق بشكل تشيئ لأنه يجب أن نسيطره ولكن أعتقد أنه مانتجا ونحن نتعاق بشكل تشيئ ونحن نتعاق بشكل تشيئ لأنه يحبون بشكل تشيئ موسيقى موسيقى نعود إلى كمال زميرنا كمال مهوي موفا تلفزيو النهاري لملعب خمسة جويليا كمال أهلا وسلام بك كمال إذن انقطعت المكالمة إذن نواصل مشاهدنا الأكارم أخبرنا الرياضية انتخب مراد مزار رئيس السابق لشباب خاصنطينا رئيسا للفدرارة الدولية لمحاربة الفساد الرياضي وذلك خلال الجمعية العامة الاستثنائية للهيئة التي انعقدت أمس الجمعة بجنابة سويسرية بعد أن نال 31 صوتا متفوقا لبرتغال خصي مارتناز واختارت الهيئة مدينة ليون ما قررنا لها أين ستعمل على محاربة الفساد الرياضي في مختلف الهيئات والاتحادات أكد فريد نزار رئيس شباب باتنا في مكالمة هاتفية مع تلفزيون النهار لأنه قرر معاقبة لعبه لطفي ضيف بعدما قام هذا الأخير برفع قميصه وإظهار قميص داخلي مكتوب عليه هنا باريس باريس خلال لقاء الشلف وهذا بالإبعاده إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب ومعاقبته ماليا رغم تأكيده على أن خطوته ليست تضامنا مع حداث باريس أكثر من مناصرته لفريق فريس انجرما اللعب هو محيب لفريق البيس جي وبهذا يعني حد يعبر على حبه لهذا الفريق ولكن هو تصرف غير مقبول منه أنا كإدارة اتخذنا قرار الأول وهو بمعاقبة اللعب إلى غاية نهاية مرحلة الذهاب إضافة إلى تغيير ماليا حتى يكون عبرة للعبين الأخرين لأننا نريد من اللعبين ندافه لألوان فريق شباب باتنا مشاهدين على كلمة ذكركم بعجلة بنتائج الجولة 13 من المحترف الأول لدور الموبيليس إذن سريع غريزان تفوق على اتحاد البوليدة بخمسة أهداف لواحد مولودية وهران تفوقت على نصح حسين داي بهدف دون رد الشباب قسنطينة تعادل بهدف كل شبكة أمام مولودية الجزائر الاتحاد العاصمة تفوق على اتحاد الحراش بهدفين لواحد وشباب الوزاد فازة على شباب التصورة بهدفين دون رد وآخيرا شباب القبائل تفوقت على جمعية التشلف بهدفين دون رد إذن مشاهدين الكريم بهدف الخبر النوني أخبرنا رياضي يشكرون لكم عدل يسر لكن